موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة اليوم وقفتنا مع القمة الخليجية في دورتها الأربعين والتي ارتفع قبيلها منسوب الأمل بمصالحة خليجية فما الذي حدث لتختتم أعمالها من دون تحقيق تلك المصالحة موسيقى 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 اشتركوا في القناة لماذا لم تتم المصالحة الخليجية خلال قمة الرياض رغم أن الأجواء السابقة والمرافقة للاجتماع كانت تشير إلى إمكانية تحقيقها هل استقبال الحار للوفد القطري من قبل العاهل السعودي بداية لتقارب بين الرياض والدوحة وماذا قصد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش عندما غرد عقب القمة بالقول إن لكل أزمة خاتمة وأن الأزمة مع قطر ما زالت مستمرة ماذا أيضا عن الموقف الإيراني من البيان الختامي للقمة والذي جاء فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على رفض استمرار تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة هذه الأسئلة سنحاول إجابة عنها مع ضيوفي من الدوحة المفكر وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد صالح المسفر ومن الكويت الإعلامي والباحث السياسي مساعد لانزي ومن طهران الدبلوماسي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أمير الموسوي سنبدأ نقاش مباشرة بعد التقرير إن لم تتحقق المصالحة في القمة الخليجية بدورتها الأربعين فما الذي تحقق فيها؟ هناك من تحدث عن تقارب سعودي قطري بدى واضحا أمام العدسات أجواء القمة إيجابية وفق أمير الكويت الذي تقود بلاده وساطة لحل الأزمة الخليجية لكن البيانات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها كلام آخر قطر غير جادة في حل الأزمة أرسلت من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في الحل يقول وزير الخارجية البحريني في بيان عقب القمة أزمة لا تزال مستمرة وفق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر الوزير مقتنع أن لكل أزمة خاتمة وأن غياب أمير قطر مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه غياب لم تبرره الدوحة بشكل رسمي بعد لكن قراءات غير رسمية كانت حاضرة القمة التي كان يفترض أن تعقد في الإمارات قبل أن تنتقل إلى الرياض قبيلها بأيام كان التفاؤل القطري حاضرا وزير الخارجية يتحدث عن مباحثات مع السعودية تجاوزت المطالب الثلاثة عشر والتي وصفها بالتعجيزية بعد أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة كان الاتفاق الخليجي حاضرا في القمة على ضرورة مواجهة الخطر الإيراني بصواريخه الباليستية فهل ما زال الحديث مبكرا عن حل الأزمة الخليجية أم أن القمة نجحت في كسر الجليد بين المتخاصمين بالاتفاق على القضايا الرئيسية المتعلقة بأمن دول مجلس التعاون أيهم سلمان لبرنامج والنا وقفة TRT عربي دكتور محمد صالح المسفر سأبدأ معك هذا النقاش سؤالنا الأول لماذا لم تتم المصالحة أم أنه هل كان من المباغلغة بمكان توقع حصولها خلال القمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى أستاذ المشاهديين وعلى الأساتذ المشاركين معنا الأستاذ مساعد الأنزي من الكويت والأستاذ أمير الموسوي من طهران في الواقع الأجواء كلها كانت حاضرة لأن تكون المصالحة وكانت بوادر الإنفراج متوفرة وكان هناك جهود أيضا بذلت للوصول إلى موقف حاد ونهائي من هذه الأزمة ولكن أعتقد أن هناك ظروف موضوعية وأدت إلى تأخر هذا الأمر وإعلان المصالحة صراحة ما هي هذه الظروف برأيك دكتور البعض برر غياب أمير قطر عن هذه القمة بأنه لا يجوز أن يحضر القمة طالما لا يزال الحصار متبق على قطر هل من أمور أخرى تفسر عدم ذهابه وعدم حصول هذه الانفراجة أولا في العراف الدبلوماسية لا يمكن أن يقوم رئيس دولة بزيارة دولة أخرى وشعبه تحت الحصار هذا ابتداء رقم اثنين لا يمكن أن يذهب رئيس دولة إلى عاصمة دولة أخرى وعلامها قد رفعت من المباني المخصصة لها سواء على المستوى القنصلي أو السفارة الدبلوماسية أو غير ذلك من المؤسسات التي تتبع الدولة وبالتالي يتعذر على رئيس دولة سواء في قطر أو غيرها أن يذهب إلى دولة أخرى وكل هذه الظروف ما زالت لم تنتهي حتى الآن كنا نتوقع الكثير من البيان الختامي كنا نتوقع الكثير من الحوارات التي تمت في داخل المجلس الوزاري الوزراء الخارجية ولكن مع الأسف شديد السرية المطلقة دائما المتبعة في هذه المنطقة أدت إلى تعجيل القضايا أو التبعط في تنفيذ عملية المصالحة برفع الحصار عن قطر والخروج إلى ممر جديد في السياسة الخليجية والعربية والدولية رغم أن الخليج يعيش في أزمات سأعود إليك دكتور لنتحدث أكثر عن الأسباب الموضوعية التي تطرقت إليها في بداية جوابك ولكن دعني أنتقل إلى أستاذ مساعد لانزي من الكويت أستاذ مساعد كما سمعت الدكتور كان هناك توقعات بأن يأتي البيان الختامي للقمة بما يعني يحصم الأمور باتجاه المصالحة الخليجية لماذا لم يتم الأمر برأيك أولا مساء الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك الكرام الدكتور محمد المسفر والأستاذ أمير موسوي طبعا أنا في البداية علينا أن نلجأ إلى عملية تنقيح الخطاب اليوم الخطاب التحليلي أو الخطاب الدبلوماسي الصادر من الإعلاميين فالأزمة اليوم تتجه إلى التهدئة فمن باب أولى أن تصدر الإعلاميين أو المحللين السياسيين بشكل عام المشهد بحالة من خفض التوتر خاصة أن الدكتور محمد يعلم أن المنطقة اليوم هناك ضمحلال إعلامي ضخم في المنطقة بشكل عام هذه نقطة النقطة الثانية أنا أختلف معها اختلافا كليا فيما يخص البيان الختامي بل على العكس هناك تأكيد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن هناك أي اعتداء تأكيدات بالتعاون على أن هناك تعاون كيد واحدة لكل دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يدل على أن هناك اتفاقيات مبرمة الأزمة اليوم تحولت من أزمة إلى خلاف قلت حدة التوتر فيها ولكن سيد مساعد هناك توافق على ما يبدو خليجي والجميع يطفق أن هناك مؤشرات إيجابية تعليقا على النقطة التي أثرتها عن الخطاب الإعلامي هناك خطاب رسمي وزير خارجية البحرين بدايةه يقول بأن قطر ليست جادة في المصالحة عندما علق على غياب الأمير القطري عن القمة أيضا أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أكد أن الأزمة مستمرة مع قدر هذا ليس عالميين دون المسؤولين نعم صحيح مع كامل احترامي لشخصهم وأسماءهم إلا أن هذا رأيي يعتبر بالنهاية رأيي شخصي على مواقع تويتر لكن نحن نتحدث عن البيان الرسمي البيان الرسمي الصادر من أمانة مجلس التعاون الخليجي بالنهاية هو يتحدث عن التعاون كيدا واحد ضد أي اعتداءات وأي تهديدات هذا بشكل عام وإذا نظرنا إلى أراءهم الشخصية فكل له رأي يدلو فيه إلا أنه بالنهاية أراءهم ترجمت على ورق من خلال البيان الختامي والذي تم تلو على الحضور الكريم من الشيوخ وأمراء وملوك وصلت هذه النقطة ولكن لنختم مع موضوع البيان الختامي وأنتقل إلى تهران إليك أمير موسوي البعض يرى أن هناك كثير مواضيع لم يتطرق لها البيان الختامي بخصوص المصالحة الخليجية ولكن إيران وردت مرارا وتكرارا في البيان الختامي والحديث عن تدخل إيران في شؤون المنطقة وزعزعتها للاستقرار هل تهران تخشى التقارب القطري وعودة المصالحة الخليجية بطريقة أو بأخرى؟ شكرا لك ولضيفيك والمشاهدين الكرام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا أعتقد أن البيان أتى على خلاف ما كانت ترغب به السعودية وهذا دليل على تضعضع وربما تزلزل المواقف داخل مجلس التعاون بسبب الخلافات الحادة لا يمكن أن يصدر بيان ويقول أن مجلس التعاون يقف بيد واحدة ضد الاعتداءات الخارجية وهو يعتدي على دولة عضوة في مجلس التعاون كدولة قطر عندما يحاصرها حتى في القضايا الإنسانية كالطيران والتبادل التجاري البسيط من الدواب صحيح ولكن هذا لقطر تحدده سيد أمير ولكن في النهاية هناك بيان ختامي كانت ترغب صدر عن المجلس الخليجي ويتحدث بلغة واحدة كما تحدث السيد مساعد تجاه إيران لا أعتقد ذلك أنا مطمئن أن هناك خلافات حادة في هذا البيان البيان الختامي نعرف أن هناك مجاملات كما صدر البيان بيانات ثلاثة في مكة المكرمة كلها كانت إنشاءت بيانات هيئتها السعودية ووقعوا عليها للمجاملة لأنه في الحقيقة لا يعكس خبايا هذا الاجتماع في الحقيقة نحن في إيران أنا أعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ترغب أن تترطب الأجواء بين الرياض وقطر والدوحة لأنه في الحقيقة يساعد على تنفيذ مشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الأمني والإقليمي في موضوع مشروع هرمز الذي طرحه الرئيس الروحاني لأنه ما دامت هذه الخلافات بين مجلس التعاون لا يمكن بناء هذه المنظومة الأمنية الإقليمية فكانت إيران ترغب في أن يحصل هذا التفاهم داخل مجلس التعاون ليأتوا برؤية مشتركة للحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول تشكيل المنظومة الإقليمية الأمنية تحت مسمى مشروع هرمز للصلح والأمن لكن للأسف هذا طبعا ربما سيتأجل حتى يحصل هذا التفاهم هناك أزمة واضحة بين دول المجلس هناك رؤية لسلطنة أمان هناك رؤية لقطر سيد أمير أنا لا أقصد التصيد هنا ولكن حضرتك قلت في بلاية جوابك أنا مطمئن هناك خلافات حادة فهل تهران ستطمئن في حال أن الخلاف لا يزال مستمرا هل هذا ما قصد؟ لا طبعا لأن الظواهر نحكم على الظواهر ليس هي معلومات سرية للأسف هناك اختلافات واضحة في كثير من القضايا يعني الآن صحيح وكان مستمر لسنوات ولكن الآن هناك تقارب وحضرتك سيد موسوي في مكان آخر كان لك رأي بأن أن هذه المصالحة تمضي قدما ليس بإرادة قطرية أو إرادة سعودية لإنما هناك ضغط أمريكي لحدوث هذه المصالحة ولتوحيد الصف الخليجي ضد إيران ومن هنا أعود لأسأل السؤال مرة أخرى هل إيران قلقا؟ لا طبعا نحن يعني كما ذكرت يعني هناك جهود تبذل في سبيل ترطيب الأجواء لكن على أي حال هناك أياد خارجي على ما يبدو يعني قبل فترة كانت هناك رغبة أمريكية للتقارب بين قطر والمملكة العربية السعودية على ما يبدو الآن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يحصل هذا على ما يبدو يعني هناك ربما أياد أخرى تلعب لعدم التقارب بين أو المصالحة بين دول مجلس التعاون لأنهم يعلمون جيدا إذا حصل التفاهم في ظل رئيس كترامب الآن موجود في البيت الأبيض وهو لا يساعد كثيرا هذه الدول على دعمها إن كان خاصة في المجال الأمني والتجربة أثبتت ذلك هذه الدول ستكون مجتمعة وتأتي وتتفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا لا يقدم المصلحة الأمريكية لدى الخلافات ستبقى هذه النقطة تحديدا سيد موسويس نحن أن أنقلها إليك دكتور محمد صالح المسفر ما رأيك وأيضا أسمع تعليقك على ما قاله السيد مساعد كنت أتابعك كنت تومئ برأسك كأنك تود التعليق على موضوع بيان القمة الختامي الذي حصل البيان الختامي الأخير الذي حصل أولة البارح في الرياض هو نفس البيان الختامي الذي صدر قبل عشر سنوات قبل خمسة عشر سنة ليس فيه جديد تحدث عن قضية الفلسطينية تحدث عن العلاقات الخليجية الجيدة تحدث عن إيران تحدث عن كل قضايا نفسها يعني لم يأتي بجديد الجديد الذي كان ينتظر هو حل الأزمة الخليجية وليس غيرها الاجتماع القمة لم يتجاوز ثلاثين دقيقة وبالتالي لم يصدر أي شيء يبدي حسن النوائم على الشيء سمحتي لدقيقة لأن هذا هو حارج الموقف لو كان البيان الختامي صدر بكل وضوح بالتجاوز عن هذه الخطوات التي أدت إلى العزلة لمدة سنتين ونصف تقريبا كنا سنكون سعداء جدا كما قال وزير خارجية دولة قطر في البداية أن هناك تفاهمات رأينا الاستقبال الجيد من خادم الحارمين الشريفين لمعالي رئيس الهزراء القطري استقبالا لم يكن مساوي للاستقبال العام الماضي وبالتالي نقول أن هناك خطوات جيدة لكن لماذا تباطوا في هذا العمل والخليج يمر بأخطر مراحله هنا أسمح لي لديق الوقت أن أسألك لماذا دكتور من المستفيد من عرقلة هذه المصالحة هل هناك من أطراف داخلية في مجلس التعاون الخليجي لا تود لهذه المصالحة أن تحصل أم كما أشار الأستاذ أمير موسوي بأن الولايات المتحدة قد لا ترغب بهذه المصالحة رغم أنه كان في إشارة سابقة قال أن هذه اللقاء السعودي القطري تم بضغط أمريكي ربما الأمريكان والأوروبيين يريدون أن يتعاملون مع شخصية واحدة اعتبارية مجموعة وليس ست دول مختلفة متناحرة متطاحنة يريدون أن يشتغلوا مع مجلس التعاون كمؤسسة كاملة هذا موقف الأوروبيين والأمريكان لكن هناك لاعبين في المنطقة لا يريدون على الإطلاق أن يكون هناك مصالحة وخاصة بين قطر والمملكة العربية السعودية بصفتهما أولا الأولى قوة روحية وقوة اقتصادية وستراتيجية والثانية قوة مالية وقوة أيضا لها دور على الساحة الدولية ولها باع طويل في هذا الموقف فهم لا يريدون أن يكون هناك صلح ويريدون أن يثبطوا في ذلك ولكنهم سيكونون جميعا خاسرين الذين يعبثون الآن بهذه المصالحة الذين لا يريدون أن ترى النور في أجراء المشكلة في البيت الداخلي أنتقل إليك مساعد لأنزي هذا يقودني ما قال الدكتور محمد صالح المسفر يقودني للسؤال بأن المصالحة الخليجية قد لن تحصل ما سيحصل هو تفاهمات فقط بين قطر والسعودية أو وضع لخطوط استراتيجية عامة بين البلدين باستثناء الإمارات من هذا الموضوع هل هذا ما نتوقع في قادم الأيام؟ هل تخفض سقف التوقعات من مصالحة لتفاهم ثنائي؟ من مصرحة الإمارات وأي دولة في مجلس تعاون الخليجي أن تعود المنظومة كما كانت واليوم أنا أتوقع من خلال خطاب سيدي صاحب السمو أن القمة القادمة ستكون قمة فيها التفاؤل إن شاء الله ودائما ما ننظر إلى إيجابية ما الذي منع تحقيق ما يمكن تحقيقه في هذه القمة حتى يحصل في القمة القادمة سيد مساعد أنا أعتقد أن أولا اسمحي ليستاذ أنا أسفل جدا للمقاطعة ولكن من يود المصالحة؟ هل يستمر بحصار قطر بهذه الطريقة؟ خاصة بعد أن تم التأكيد أنه القائمة ذات المطالب الثلاثة عشر التي لم تستجب إليها قطر تم تجاوزها فلماذا لم ترفع الإجراءات العقابية التي فرضت على قطر؟ أولا هي موضوع كلمة حصار أو مقاطعة كل دولة تنظر لها من زاويتها بشكل عام حصار على قطر الأخوان القطرين والأشقاء القطريين نحن في الكويت نتمنى أن نتحل هذه الأزمة بعيدا عن تسمية حصار أو مقاطعة ولكن نحن نتحدث اليوم فيما يخص اليوم مجلس التعاون الخليجي فيما يخص زيارة وفد رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية لحل الأزمة وجود بوادر عديدة أشار فيها سيدي صاحب السمو أيضا تمهيد من الناحية الاجتماعية بطولة كاس الخليج سبقت القمة الخليجية وهو تمهيد من الناحية الاجتماعية لمصالحات قادمة اليوم هناك تمهيد في عدة أطر وليس في إطار فقط سياسي حتى في ظل الأزمة كانت هناك مشاركات قطرية عسكرية في المملكة العربية السعودية وكان هناك تنسيق على مستوى قوات درع الجزيرة أو مستوى اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين وغيرها وحتى المقرات في مجلس التعاون الخليجي التابعة للأمان العام المجلس التعاون الخليجي هناك أيضا تجانس ما بين موظفين الوفود بشكل عام أما بالنسبة الرد على الأستاذ أمير الموسوي تحدث فيما يخص على أن السعودية تكتب البيان وغيرها يوقع البيان كل دولة لها سيادتها أستاذ أمير نحن لسنا بالحكومة العراقية التي تمضي على الاتفاقيات الإيرانية والأوامر الإيرانية هذا واحد اثنين من الصعوبة جدا أن تكون إيران جزء من المنظومة الأمنية وخاصة أنها دولة داعمة بالإرهاب بدليل ما يحدث بالعراق من مجازل بميليشيات إيرانية ولكنكم دائما لا تدعون الخليجي هذا ليس موضوعنا ليس موضوعنا دعني أذكر بأن هناك دول خليج منها الإمارات تحاور تهران هذا ليس موقف خليجي موحد ولكن ليس موضوعنا علاقاتنا مع إيران علاقات دبلوماسية ليس موضوعنا سيد مساعد عطيتك كل الوقت ولكن بقي لي دقائق سيد أمير موسوي أعود إليك الآن سيد أمير موسوي سأربط كل ما يتم الحديث عن إيران بخلاله الدكتور مصفر يقول بأن الولايات المتحدة الأوروبين يفضلون التعامل مع الجسم الخليجي كمؤسسة واحدة وهنا أعود مرة أخرى لما قال وزير الخارجية مايك بومبيو عندما ألحى على ضرورة حصول المصالحة الخليجية لاحتواء نفوذ إيران كيف ستتصرف إيران في حال حصول تفاهمات معينة بين قطر والسعودية يعني هو مجلس التعاون كليا شكلة لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 81 ودعما لصدام حسين في حربه ضد إيران يعني عندما كانوا متفقون كلهم في ذلك الوقت باستثناء شوية سلطنة عمان طبعا لديها مواقف خاصة لم يحصل شيء إذن هذه تجربة قد مرت بها إيران عندما تفاهم يعني أنت تنظر إلى المجلس مجلس تعاون الخليجي كجسم عدائي تجاه إيران نعم شكلة بأمر أمريكي شكلة لضرب إيران ومصالح إيران ووأد الثورة الإسلامية ودعما لصدام حسين في ذلك الوقت لذا نرى ما في أي تفاهم استراتيجي بين هذه الدول لأنه شكلة ضد الآخرين لم يخدم المواطن الخليجي أبدا في كثير من القضايا ولذا نرى الحقد على قطر للأسف الشديد قطر دولة خليجية سيد أمير موسوي طيب أنا أسمع من الدكتور مصفر تعليق على كلامك لأن الوقت دهمني تعليقك دكتور بما قاله سيد أمير موسوي بملاحظة فقط بملاحظة بسيطة فقط بملاحظة بسيطة فقط بملاحظة بسيطة أكمل هذه الفكرة لو أمكن لو تسمحي نعم يعني شوفي الآن هم يطالبون قطر بقطع العلاقات مع إيران بينما هم السعودية والإمارات بالتحديد يمد الجسور ويبعث برسائل وبواسطاء في سبيل ترطيب الأجواء مع طهران هناك تناقضات وابعة أقل من أربعين ثانية أود أن أسمع تعليق من الدكتور مصفر عن ما تقول حضرتك دكتور ما تعليقك على النقاط التي ذكرها أمير موسوي الآن يعني أنا أقف عندنا نقطة واحدة وهي الأسباب التي أدت إلى قيام مجلس التعاون مجلس التعاون لم يقم لمواجهة الثورة الإيرانية على الإطلاق بل رحبت بعض الدول الخليجية رحبت بهذا وأعتقد أن كل الدول في ذلك الزمان ١٨١ رحبوا كثيرا من الدول بقيام الثورة الإسلامية في إيران وكانوا يتوقعون منها خيرا لكن بدأت تحول عندما بدأت الثورة الإيرانية تبدأ في عملية تصدير الثورة هنا بدأ الخلاف داخل المنطقة وصلت الآن الفكرة وأعتذر منك بشكل كبير لأن الوقت دهمني شكرا جزيلا لك من الدوحة المفكر وأستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور محمد صالح المسفر من الكويت العالمي والبحث السياسي مساعد لانزي ومن تهران الدبلوماسي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية أمير موسوي وأيضا لكم جزيل الشكر مجاهدين على حسن متابعتكم غدا ألقاكم في حلقة جديدة من ولانواقفة